لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد بلا أدنى شك ومن حيث المنطلق أن وضع الرئيس عبد المجيد تبون بعد إصابته بكورونا ليس مثل ما قبلها سيبقى يعاني في أقل الأحوال إن سلمنا جدلا بصحة البيانات التي أطلقتها رئاسة الجمهورية فإنه سيبقى يعاني لأنه لا يوجد مريض أصيب بهذه الطريقة وقضى هذه المدة وقضى مدة أكبر في غرفة مما يمكن تخيلها في غرفة الإنعاش وعاد إلى وضعه الطبيعي أكثريتهم توف القليل جدا من عاد ولكن عاد يعاني من مرض خاصة بالنسبة إلى كبار السن نتحدث على الناس الذين تجاوزوا سبعين عاما ويعانون من أمراض مزمنة مثل ما هو عليه حال الرئيس عبد المجيد تبون الذي يعاني من داء السكر الضغط الدموي عنده مشكلة في الصدر وفي الرئتين قبل كله إذن قلنا إذا سلمنا جدلا بصحة رئاسة الجمهورية ورئاسة الجمهورية مارست التضليل والكذب والغمور والسبب في ذلك أن وضع الرئيس ليس كما يدعو نقول ذلك إذا كانت البيانات التسعة التي أصدرتها رئاسة الجمهورية منذ 24 أكتوبر إلى غاية هذا اليوم 7 نوفمبر على الثامنة والنصف صباحا حيث نقوم بتسجيل هذه الحلقة إن كانت هذه البيانات صحيحة فإن رئيس الجمهورية ليس على ما يرى لننظر فيها بسرعة خفيفة فقط البيانة الأول صدر يوم 24 عشرة تحدث عن حجر صحي طوعي في رئاسة الجمهورية أو في منزل هذا هو أن الرئيس دخل في حجر صحي ولم يقولوا وين ولكن إما في رئاسة الجمهورية أو في منزله أو في أحد القصور التابعة للرئاسة الجمهورية ما قالوا شيء في نفس اليوم صداء كتبوا تغريدة أو نشر التغريدة كأن الرئيس الذي يخاطب الجزائريين نعم إذن هذه تحدث أيضا على الحجر الصحي الطوعي يوم سبعة وعشرين بعد ثلاثة أيام تحدثوا عن نقله إلى عين النعجة وقالوا أن حالته الصحية مستقرة في البيانة الأول قالوا بأنه يمارس مهامه وحتى في هذا قالوا بأنه يمارس مهامه من عين النعجة بناء على توصية من الأطباء هذه الجملة التي يستعملوا فيها دائما البيان الثالث صدر يوم ثمانية وعشرين عشر تحدث عن فحوصات طبية معمقة بنقله إلى ألمانيا نقله إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية معمق أنت من هالربع وعشرين قلتوا راهوا لباس وراه حالته مستقرة وراه يمارس في مهام انقلته العين النعجة يوم سبعة وعشرين انقلته بأنه يمارس في مهامه يوم ثمانية وعشرين قلت رحل ألمانيا من أجل إجراء فحوصات طبية معمقة البيان الرابع صدر يوم 29 أكتوبر واش قالوا فيه يعني بعد يوم من ذهابوا إلى ألمانيا حسب الرواية قالوا بأنه بعد إجراء فحوصات طبية معمقة أن الأبطاقم الطبي يتفائل بالنتائج الفحوصات وأن حالته الصحية مستقرة بعد ذلك لم يتحدث شيء إلى غاية الثلاثة 11 ثلاثة نوفمبر أي وصدر ذلك الوقت البيان الخامس هناك تم الاعتراف بإصابة الرئيس بكوفيد 19 رغم أنه نحن تحدثنا من قبل في مداخلات أكدنا إصابته بفيروس كورونا ورئاسة جمهورية لم تقل شيء قالت في البيان الأول بعدما تبينت إصابة مسؤولين في الرئاسة والحكوم اعترفت إذن وثم قالت أن الحالة الصحية فيه تحسن تدريجي وأنه هنا تم ذكر البروتوكول الصحي البيان السادس صدر في ثمانية احداعش أيضا تحسن هناك في الأقل قبل قالوا تحسن تدريجي في ثلاثة بعد خمس أيام قالوا تحسن تحسن إيجابي وأيضا إتمام بروتوكول العلاج بروتوكول العلاج وفي أيضا في ذلك اليوم صدرت رسالة باسم تبون يشكر فيها الشعب الجزائي ويطمئنه على وضعه السهل هذا كان يوم ثمانية احداش نهار خمس 19 نوفمبر أي بعد أسبوع صدر البيان السابع تكلم عن نهاية البروتوكول الصحي وتلقي الفحوصات الطبية ما بعد البروتوكول الصحي رجعنا للمربع الأول اللي قالوا فحوصات طبية معمق أهنا قالوا فقط تلقي الفحوصات طبية ما قالوا معمق ولا سطحية ولا أي شي بعد ذلك بقوا خمسة أيام إلى غاية عشرين احداعش صدر البيان الثامن وهو يتحدث عن رسالة ميركن التي ذكرت فيها لأول مرة فطرة النقاح وتحدثت عن شجاعة الرئيس وفي نفس اليوم تحدث ماكرو أيضا عن شجاعة الرئيس والمرحلة الانتقالية بعد ذلك بعشرة أيام صدر البيان التاسع وقالوا أن الرئيس غادر المستشفى وتماثل للشفاء وسيعود في الأيام القادمة اليوم سبعة معناها مرور ثمانية أيام بالتمام والكمال وزيادة بعض الساعات على آخر بيان اللي قالوا في الأيام القادمة معناها تجاوزت أسبوع إذا انتهى الأسبوع هذا ولم يعود الرئيس معناها أنه ليس في الأيام القادمة بل أنه في الأسبوع القادمة وستبقى القضية مفتوحة إذا هذه رحلة رئاسة الجمهورية هناك تخبط هناك تخبط واضح في القضية هناك أكاذيب كذبون مرة الأولى والرئيس أنه أصيب بكورونا قبل 18 قبل مجلس الوزراء وكان آخر ظهور لي يوم 15 لما استقبل وزير الخارجية الفرنسي منذ ذلك الحين لم يظهر رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية أصيب بعد 15 وقبل ثم 11 وعودوا إلى التقييم الاستخباراتي الذي بثثناه من قبل يتحدث عن المعلومات التي ثبتت الآن بعد مرور كل هذه الفترة إذن ما الذي يحدث ما هذا التخبط هل تفادت رئاسة الجمهورية أن تعطي الحقيقة أم أن البتفليقية هذه يجب أن نؤكد على أمر هام أن البتفليقية لم تنتهي بل باقية وتتمدد وتتجدد وربما تتعدد وتسدد ضرباتها إلى كل خصومها السابق لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر